أول ما تشوف كلمة تمييز في السؤال لازم تفتكر قعدتين بتوع التمييز القعدة الأولى أين أنت يا تمييز؟ القعدة التانية ما إعرابك يا تمييز؟ أين أنت يا تمييز؟ بعد العادة أنا ملفوظ وبعد الآتي أنا ملحوظ أربع علامات للتمييز الملحوظ وعلامة للتمييز الملفوظ الملفوظ بعد عادة الملحوظ لأربع علامات إيه هما؟ بعد أفعل التفضيل والتعجب هذه أول واحدة وكفاء وكم وكفاء إزداد وفاضاء وإسلوب مدح وزم نعمة وبئسة حبازة لا حبازة دول أربع علامات تكون حفظهم كويس دول اللي بيجي بعدهم التمييز الملحوظ طيب ما إعرابك يا تمييز التمييز كله منصوب إلا تلاتة لتسعة والمية وأضعفها تمييزها كله مجرور طيب نبدأ نطبع بقى على انتحان سنوية عامة أدبي 2021 بيقول لي كفاء بالمرء إثمن عاوز سبب نص بكلمة إثمن مدام سبب نص وفي كلمة تمييز أراجع العلامات في أفعل التفضيل والتعجب يعني محمد أفضل الطلاب عقلا ما أجمل محمد عقلا ما فيش أفعل خاص كفاء بالطالب اسمه أشوف تاني علامة في كفاء ولا كم آه في كفاء هي يبقى اسم المنصوبة بعد كفاء تمييز منصوب بالفتحة طيب ما لقيتش كفاء وكم أشوف ازداد اقول ازداد الرجل عقلا فاض الرجل عقلا طيب ما لقيتش دي أدور على نعم الرجل عقلا بقس الرجل عقلا حبز الرجل عقلا يبقى لازم تقول ليها أربع علامات الملحوظة بعدها أفعل التفضيل وتعجب كم وكفاء ازداد المقص واسلوب المتح والزم هنا عشان فيه كفاء بقى دي تمييز منصوب بالفتحة مهم جدا تحفظ القاعدة دي كزاكم الله وخيرا